اشتركوا في القناة استجواب وزير الداخلية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فأقول إن موعده قد اقترب وقد قاب قوسيني أو أدنى ولا زال موضوع استجوابنا قائم على الشمال مجدداً عزمه على تفعيل الأدوات الدستورية الدويسان يعلن قرب موعد تقديم استجوابه للحمود وسهم المساء لا يطلقها لشليمي باتجاه وزيري المالية والداخلية معاً اعتماد قانون استقلالية القضاء في قادم الأيام على وضع أسس هذه الأيام لابتعات الخارج وهذا المرسوم تم رفضه من قبل اللجنة في نشاط اللجان البرلمانية الداخلية ترفض مرسوم اللجنة العليا للانتخابات والتعليمية تناقش المرء والمسموع والتشريعية تنجز قانون استقلال القضاء إلى الثالث من مارس المحكمة الدستورية ترحل البتة بتسعة طعون انتخابية تخص الدائرة الأولى تراث الكويت البحري بمنكوناته وتفاصله عبق من ماض جميل يفوح شذاه من متحف نواف العصفور نشرة الأخبار من تلفزيان الرأي أهلا بكم يبدو أن الصورة التي رسمت لمشهد علاقة السلطتين لن تكون على حالها فالرؤية بدأت تتضح شيئا فشيئا في الساحة البرلمانية وبدأت أيضا تتضح معها معالم المرحلة القادمة لا هدنة نيابية ولا اتفاق مع الحكومة لإغفال الجانب الرقابي وخير دليل على هذا الواقع إعلان أكثر من نائب عن نيتهم مساءلة وزراء في الحكومة وبالجملة نبدأ من البرلمان ومن الإعلان عن مساءلات النواب في تقرير لربا بده لا صوت يعلو في مجلس الأمة اليوم على صوت النواب المؤزمين الجدد فمن ظن بأن لغة التهديد والوعيد وتفعيل المساءلة جمل ستندثر مع المجلس الحالي فهو غير مدرك بواقع الحال في أرويقة البرلمان ولم تكن تهديدات النواب بمساءلة الوزراء كلاما منثورا بل هي واقع أكده في بداية اليوم البرلماني النائب فيصل دويسان الذي قال بأن استجوابه لوزير الداخلية قد اقترب موعد تقديمه للذين يسألون عن موعد الاستجواب استجواب وزير الداخلية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فأقول إن موعده قد اقترب وقد قاب قوسيني أو أدنى وأقول للزملاء الذين يريدون منح الوزير الفرصة لكي يطبق التوصيات السبعة عشر التي أعلنوها في الجلسة السرية الخاصة بالفلتان الأمني أقول لهم طيبوا نفسا فالاستجواب لا صلة له بالتوصيات التي أقررتموها فالاستجواب قادم قادم وأحتفظ بموعده لمصلحة الكويت ولمصلحة الاستقرار السياسي في البلد ولكنه قادم وسوف يقدم ليحاسب وزير الداخلية وتعرف الأمة ماذا صنع وزير الداخلية وهل التزم وزير الداخلية بما يمليه عليه ضميره والقانون هذا ما سنعرفه عندما تعرض صحيفة الاستجواب وعندما يعلم زملاء النواب أن الاستجواب لا علاقة له بالتوصيات التي أقرح المجلس مساءلة وزير الداخلية لن تكون أحادية الجانب فالنائب خالد الشليمي الذي سبق وأعلن عن نيته مساءلة لحمود يخرج اليوم عبر الراي ليعلن تمسكه بالقرار المشروط أعلننا مسبقا ونحن على هذا الإعلان أعلننا بأننا سنستجوب وزير الداخلية إذا جاء تقرير وزارة الصحة بأن قاتل الكدموس رحمة الله سعود الكدموس الحسيني رحمة الله عليه بأن مريض نفسي فهذا بات استحقاق سياسي لي ولكل مواطن كويتي يضيع دمه هدر بأن أرواح الناس ملعبة يجيبون واحد مريض نفسي يحطونه ضابط هذا يتحملها وزير الداخلية ووزير الداخلية نفسه قال لي قال لي أنا مو مسؤول عنه أنا مو اللي حطيته يعني أنا مو اللي معينه ضابط قلت خلاص إذا صعدت المنصة قول لي هذا الجواب أنا عرف أرد عليك أنا ملتزم بكلامي ولن أتراجع عن هذا الأمر ويبدو أن نائب خالد شليمي لا يستهدف وزيرا بعينه في الحكومة بل فهو يصوب على أكثر من وزير المستهدف الثاني بمساءلة من لشليمي سيكون وزير المالية في حال أخفق الأخير بمعالجة ملف قروض المواطنين تهديد بالمساءلة لأعلننا بنية استجوابنا للوزير الشمالي في حالة لم يتم معالجة القروض ولا زال موضوع استجوابنا قائم على الشمالي إلى أن ننتهي من موضوع القروض إلى أن نصل سوف نقدم الاستجواب ليس لموضوع القروض بعد قد يكون أمور أخرى غير القروض أنا لا استعداد بتقديم الاستجواب لوحدي نملك الأدلة التي تبين مدى انتقائية الشمالي مع الأسفة في تعامله مع الملفات ويتوقع المراقبون للساحة البرلمانية أن الاستجوابات هذه المعلن عنها لن تكون الأخيرة في عمر المجلسين بل ستكون فاتحة لعهد الاستجوابات الذي يصل الظروة بعد أشهر قليلة رباب بداح الراي في معرض رده حول ما أثير في ندوة النائب السابق فلاح الصواغ بالأمس تسأل النائب نبيل الفضل عن أحداث لاهور أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت وموقف حركة الإخوان المسلمين العالمية منها من اللي يوقع في لاهور على عدم تحرير الكويت انت كفوا تقول حق الصباح نغفر لكم هذه المهزلة هذا اللي ماكو منطق لأكو منطق دين ودولة كان مو أنت اللي تقول هذا الكلام من رحمي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خرج وبعد طول انتظار قانون استقلالية القضاء الذي تعثر إقراره في المجالس السابقة القانون المعتمد والموافق عليه في اللجنة أحيل إلى مجلس الأمة للتصويت عليه مع منحه صفة الاستعجال إنجاز تاريخي يحسب لهذا المجلس وهو اقتراحات التي قدمت من الزملاء الأستاذ عبد الحميد دشتي أو نوافل فزيع أو مني أنا شخصياً أو كثير من الزملاء فيما يخص قانون استقلالية القضاء ولله الحمد تم إقرار بإجماع اللجنة التشريعية نعلم تماماً أنه مضى ردحاً من الزمن والسلطة القضائية تعاني من عدم الاستقلالية فكل دولة متحضرة لابد أن يكون لديها قضاء ويجب أن يكون هذا القضاء قضاءً مستقلًا ولله الحمد تم اعتماد هذا الموضوع وجاءت التوصية بإقرار قانون استقلالية القضاء بصورة مستعجلة وتوصية بإرفاقه في الجلسة العامة في هذا الأسبوع اليوم الحمد لله اللجنة التشريعية قد نظرت بالاقتراح بقانون المقدم مني وأخذت بعين الاعتبار كل الرغبات والاقتراحات بقوانين وأقرت قانون استقلال القضاء ونتمنى إن شاء الله بصفة الاستعجال يعرض على جدوى الأعمال للجلسة القادمة لجنة الداخلية والدفاع رفضت بدورها مرسوم الضرورة الصادر لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الإبقاء على ما ترتب عليه من العمل بالمرسوم لحظة صدوره وقد ناقشت اللجنة ملفات عديدة أخرى تعنى بفرض غرامات مالية من الداخلية لفاق جواز السفر اليوم ناقشنا اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وهذا الذي صدر بمرسوم قانون رقم 21 على 2012 وهذا المرسوم تم رفضه من قبل اللجنة بحضور جميع أعضاء اللجنة تم رفض هذا المرسوم مع الإبقاء على ما ترتب عليه من آثار الموافقة عليه من إجراءات ما تمت من إجراءات وافقنا على ما تم من إجراءات من الانتخابات وما شابه ذلك في الانتخابات الماضية أما بالنسبة للرفض الذي تم رفض فوري من جلسة هذا اليوم وفي لجنة التعليم والثقافة والإرشاد نوقشت التعديلات المقترحة على القانون رقم 61 لعام 2007 وقد استمعت اللجنة إلى رأي ووجهات نظر ممثلي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وذلك بشأن القانون والتعديلات المقترحة من قبلهم على مواده نقشنا مشروع المشروع الحكومي الخاص بالمرئ والمسموع ومن قبله كان تعديل قانون المطبوعات بداية تضمن لدينا عديد من الملاحظات لكن الملاحظة الغريبة يريد قانون المرئ والمسموع أو التعديل الحكومي والتعديل على المطبوعات أن يضفي أن يساوي سمو ولي العهد بسمو أمير البلاد بعدم التعرض له وهذا غير دستوري لأن الدستور ذكر بأن ذات الأمير مصونة فبالتالي لا يمكن إدخال ولي العهد عبر المرئ والمسموع حتى لا يتعرض للنقد سيما وأن هذه المادة قد قد تدعو إلى تكليف سمو ولي العهد برئاسة الوزارة ومن ثم بدلا من التقدم الديموقراطي ننكس ونتقهقر إلى الوراء ولا يمكن إلا تحصين هذا المنصب ولا نستطيع أن نقدم انتقادا لا على سبيل حرية الصحافة والمرئ والمسموع ولا على سبيل العمل السياسي في الكويت لذلك هذه مادة أتمنى من الجميع أن ينتبه لها من الآن وأن لا تعدي تداعى عدد من الشباب إلى الاعتصام في ساحة البلدية وذلك تضامنا مع المعتقلين لأسيما بعد أن جددت النيابة العامة حبس المغرد صغر الحشاش لعشرة أيام على ذمة التحقيق وكان المعتصمون قد غيروا وجهتهم إلى ساحة البلدية بعد أن قامت وزارة الداخلية بإغلاق ساحة قصر العدل بالحواجز وهو المكان الذي كان من المقرر التجمع فيه في الساحة الإخبارية القضائية أرجأت المحكمة الدستورية تسعة طعون انتخابية خاصة بالدائرة الانتخابية الأولى لانتخابات مجلس الأمة لعام 2012 إلى جلسة الثالث من شهر مارس المقبل وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم في جلسة اليوم وتقديم مذكرات الرد على الدفوع المبدأ في الجلسة أما محكمة الجنيات فقدت بحبس مغرد متهم بسب الذات الأميرية خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة الجهاز المضبوط خلال اللقاء تعريفي لزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك تحدث عن كويت الماضي والحاضر وما شهدته من حقب ومحطات مهمة بالإضافة إلى محن استطاعت من خلال بسالة رجالها أن تتجاوزها وعلى هامش اللقاء كشف المبارك أن استحقاقات تخص المرأة سيكشف النقاب عنها قريبا وفي موضوع آخر قال الوزير إن أبرز ما يعيق إنجاز المشاريع التنموية هي الدورة المستندية والروتين والذين يعرقلان الإسراع من عملية التنفيذ لا شك المرأة لها دور أساسي ورئيسي في بناء المجتمع لدينا الحمد لله منذ انقطاع طويل امرأتين في الحكومة الآن وإن شاء الله تسمعون قريبا عن بعض الاستحقاقات التي ستعلن من أجل مرأة كويتية إن شاء الله قريبا إن شاء الله الروتين الحكومي والدورة المستندية تعد على رأس الأولويات هذه للأسف توجد تشريعات وقارات ولوايح تنظم هذا العمل ومن واجبنا كوزراء البدء في اللوائح الداخلية والغارات من أجل تخفيفها وحالت هذه الإشكاليات إن شاء الله وإلى وزارة الداخلية والتي وجهت الدعوة إلى المواطنين والناخبين للتقدم بطلباتهم للجنة قيد الجدول الانتخابي المخصصة لمنطقة سكنهم الشهر الحالي موضحة أنه يجب أن يكون طالب القيد كويت الجنسية بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة في شهر فبراير من العام الفين وثلاثة عشر وقالت الوزارة في بيان لها أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر قرارا بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين في جداول الانتخاب مشيرة إلى أن هذه اللجان ستبدأ أعمالها في شهر فبراير الحالي التراث البحري الكويتي بأدواته ومعداته ودقيق تفاصيل الماضي الجميل كلها عناصر شكلت أركان متعف المواطن نواف العصفور الذي عمل على جمع هذه الكنوز المؤرخة لحقبة زمنية هامة في تاريخ الكويتيين هادفا من وراء ذلك الحفاظ عليها كي لا تندثر ابتسام رمال ذهبت في زيارة لمتعف العصفور وعادت لنا بالتقرير التالي هذا تراث ديرتي تراث الكويت وتراث أهلنا أهل الكويت إنه نواف العصفور الباحث في التراث البحري الذي جلب الماضي وتراث الأجداد إلى منزله عبر مقتنيات تعنى بالنشاطات البحرية وتعود لأكثر من مئة عام جولة كفيلة برسم تلك الحقبة عبر نوادر عديدة دفتران يعودان إلى فترة الغوص بحثا عن اللؤلؤ ومعدات الغوص والمصنع من ظهر السلحفات والمشاخل والموازين والأوزان وغيرها ودفتر نادر الوجود يعود للعام 1925 للنخذ عيسى القطامي وهويات تعود للبحار خلال الحرب العالمية الأولى بمثابة جواز السفر وقانون السفر الشراعي وأحجار غوص استخدمت لإنزال الغواص بأقصى سرعة في بحثه عن اللؤلؤ جدي نأخذ غوص إنزال عائلتي لها باع في نواخذة السفر الشراعي ومنها طواويش فوالدي حببني الشغلة هذه من زغري وبعد وفاته طبعا ترك لنا بعض الشغلات ومن بعدها بديت أجمع اللي هو مهنة أباي وأجدادي اللي هو التراث البحري وبدأت أهتم بالشيء هذا خبرنا عن المندورات الموجودة والله بعض النواد اللي عندي عندي هذا أحد مرسات سفن الغوص وهو السن الحجري طبعا الحين ما لوجود يعني إلا يعني إنعد على الأصابع في دولتنا مع أنه قبل كانت مئات منه كل سفينة بدال الواحد فيها اثنينة أينما تجولت تقع عيناك على مشاهد تحاكي التاريخ البحري الكويتية من الجامعة تلك بأحجامها المختلفة والشرخ أي عجلت قيادة السفينة والديين المعنية بوضع المحار وغزل لصيد السمك لزبيدي آنذاك وعدت صناعة السفن التي استخدمها الجلاف وطبعا التراث البحري ارتبط ارتباطا وثيقا بالفن البحري عبر تلك المقتنيات حيث السمر والفرح بين النواخذة على السفن نواف العصفور كرس حياته من أجل جمع التراث البحري يجد معاناة من تجاهل المعنيين لهوات جمع التراث والله الدولة يعني أول شي ما تدري عن أن في هوات عندهم متاحف داخل بيوتهم قاعد يدفعون آلاف الدنانير علشان الحفاظ على الموروث الكويتي هذا فإحنا يعني نبي الدولة تهتم وتحط لنا أماكن مختصة في التراث وكما في داخل منزله مقتنيات بحرية في خارج منزله أيضا هذه الآلة يسمونها آلة الدوار وهذه يستخدمونها البحارة قبل لما ينتهون من القلاليف من صناعة السفينة طبعاً شلون ينزلونها من البر إلى البحر بواسطة الدوار رحلة بحرية في زمن الأجداد والموروث البحري الكويتي ومقتنيات أثرية لا تقدر بثمن في متحف نواف العصفور البحري ولكنها للأسف تبقى كنزاً دفيناً بعيداً عن اهتمام المعنيين ابتسام رمال الراي تتابعون معنا ولكن بعد الفاصل أمغر المنكوب تصله ألسنة النيرار والأطفاء تسيطر أهلاً بكم من جديد كافحت فرق إطفاء أمغر والجهراء الحرفي حريقاً اندلع في سكراب الأخشاب بمنطقة أمغر المنكوبة وذلك في قسيمة تجاوزت مساحتها 2500 متر مربع وقد تمكن الفريق الإطفائي من السيطرة على الحريق في وقت قياسي وسط منشدات للعاملين في السكراب بضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة لتفادي تكرار مثل هذا النوع من الحرائق خلال دقيقتين وصولنا للحادث والحمد لله قدرنا سيطر على الحادث عشان لا يمتد للقسائم الثانية نحن أنه ناشد أهل قسائم السكراب بسوء التخزين مفروض أنهم يتعاونون معنا كرجال أطفاء بينهم يخزنون موادهم تخزين صحيح لعدم انتشار الحريق وعدم تكرار حوادث الحريق التي تحصل باستمرار في أمغر خطة استراتيجية لكبار السن وضعتها وزارة الصحة عبر البرنامج الوطني لرعاية كبار السن والذي يهدف إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والعقلية وفي هذا السياق قال وزير الصحة محمد الهيفي إن خطة الوزارة ستتم على مراحل مختلفة تبدأ بدراسة التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الفئة مرورا بحصر أعداد من تجاوزت أعمارهم 65 عاما وانتهاءا بزيادة أعداد الكوادر الفنية المختصة برعايتهم تتابعون في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل عقب افتتاح خامس فروع واربا الشمالي يطمئن اقتصادنا في وضعية جيدة أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إن الوضع الاقتصادي في الكويت جيد ولا يعاني أي مشكلات داعيا إلى بدل المزيد من الجهود لترسيخ وتطوير التعاملات التجارية واتخاذ السرعة اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطط التنموية في البلاد وعقب افتتاح الفرع الخامس لبنك واربا في منطقة الفروانية قال الوزير إن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الأميرية السامية لدعم الاقتصاد الوطني ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك واربا جسار الجسار إن افتتاح الفرع الخامس يأتي استكمالا للاستراتيجية التوسعية التي ينتهجها البنك والذي يعتبر أحدث البنوك الكويتية المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية خسر مؤشر كويت 15 عشر نقاط وربع نقطة في نهاية جلسته الافتتاحية لهذا الأسبوع مسجلا مستوى عشر آلاف وستة وثلاثين نقطة وعلى صعيد المؤشرين السعري والوزني فقد تباين أداء المؤشرين إذ أقفل الأول مرتفعا بتسعين وعشرين نقطة وثمانية عشر نقطة فيما أغلق الثاني متراجعا بنقطتين وربع نقطة بقيمة متداولة للأسهم بلغت حوالي ثمانية وعشرين مليون دينار نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر الراي ميديا جروب وعلى اليوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة